ونحن في فيض البطمة مدينة الجهاد والتضحيات الجسام التقينا بعمي الحج حمد البوهالي عمه أسد الصحراء الشهيد زيان البوهالي قائد معركة دلاج والتي سقط فيها 72 شهيدا عمي الحمد وش تستطيع تقلنا على الرجل العظيم زيان البوهالي رحمه الله رحمه الله نحن نقول لك هو راحل قدام الثورة بعامل بعامين راحل كان في الشيخ السين مقاجي مع فرنسا وبعد ما جاءت الثورة الجزائرية قالوا له راحل راحل الثورة في بلادكم الجاناء جاء البوهالي رحل وقبلة عبد المجيد جاناء جاء للقاشي كاقبات ليلة والثنين ومن ثم أتصل بمحاد بالهادية رب يرحمه قائد في الأفزيش قائد جاءوا جنود وقالوا له قالوا له لازم الدير عملية دير عملية وقالوا معهم وقالوا له وقالوا له وقالوا له سيد الخالد حتى مقرب سنجد العملية فتحه يتجدون إلى وقالوا له وقالوا له سنجد العملية وقالوا له اتسانات وهنا لك مرتين وختبت كأثيرا لم يكن لدينا أيضاً من السجرة ومن كل شيء لم يكن لدينا أيضاً كيف نأخذها ومن الجنة لم يكن لدينا العملية لنأخذها لنأخذها هناك أحد الأصاس يقولون أنه لا نقوب قالوا أنه ندرك له هزوهم في التبات والصحراء وقالوا وقعدوا نسمي الأصاس هذا لكنهم نطلقوا بطلقها وقالوا فعلوا العملية في الإلكتان وقضوهم على الأصاس وقالوا أطناء جريمة وهزوهم في التبات كما يعطلهم أما أظنوا في والد هناك أسباب وقالوا أنه لا يقبوا وقعدوا فيه وقعدوا فيهم ونقضوا فيهم وقالوا من الصحيح وقالوا من الصحيح وقالوا من الصحيح وقالوا 80 جندي حتى يتحكم فيها ونحن نتحدث في البادية البر ونجد المطعيم ونجد نحن ونجد نحن ونجد نحن 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 وقلوا من الناس ونحن نحن 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 ونجد نحن نرى جاء كين واحد يقول والدخلي وغيرو وقالوا كل ما أخبروا ويرخوا قالوا أنا أحب أن نجند وقالوا لأنني كنت قومي وكنت أكذا وقالوا لأنني كانت الخدمة لأخدم على والدية فقارة واليوم جاءت الثورة عند الزير قالوا أنني نجند معاكم قالوا لك ما تقدرش قالوا أنا أرني واحد ممكن قالوا ركت بات بلاش ركت المامنة قوهش ركت الفرد ركت الثلج ركت المطر قالوا خرني واحد منك ثم حديد وأنا بشار نقع بشاره كيف كيف قال لي صارت كم تشير لي رح معاه كان واحد فايتان تريتي أعطاله تيني أعطاله بردسون تعالوا ما المهمة لبسها من إتير زهج طلعا معاه الجبن تم معاه وجونا دائمًا نقف الليل ومتاصلوا بهم وهذه هي أنا أعطاله